أخبار الحلقة أو بداية الحلقة بفقرة الأخبار من خلال ما أعلن عنه من لعبين سيتم ضمهم أو دعوتهم وتكلفهم بالانضمام للمنتخب في الفترة القادمة أربعة من محترفين خارج مصر طلب منهم أو سيطلب منهم رسميا في موعد الاستدعاء الرسمي للمشاركة والانضمام للمنتخب والمشاركة في لقاء أي توجو حيكون اللقاءين يومي 26 و29 من مارس الجاري في منافسات الجويتين تلاتة واربعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهايات كأس الأمم الأفريقية إن شاء الله في الكاميرون عام 2021 القائمة الخاصة بالمحترفين اللي هيتم استدعاهم رسميا لهذا اللقاء أو للمشاركة في اللقاءين أمام توجوهم أحمد حجازي من وست برومتش ومحمد صلاح نجم ليفر بول أحمد حسن كوكا أوليمبياكوس اليوناني ومحمود حسن تريزيجي من أستون فيلا نجمنا الكبير محمد صلاح وطبعاً اتنين من نجومنا الكبار أيضاً في الدورة الإنجليزي أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجي ولعب وحيد من الدورة اليوناني هو أحمد حسن كوكا وبيرسل الكابتن محمد بركات في التوقيت المحدد لهذا الاستدعاء الكابتن بركات حالياً هو مدير الكرة في منتخبنا الأول لكرة القدم الاستدعاء الرسمي للأندية نضم هؤلاء اللاعبين طبقاً للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا على أن ينضم المحترفون للمعسكر يوم 23 أو قبل اللقاء ب3 أيام فقط من مباراة توجو الأولى الرسمية بعد انتهاء ارتباط الأندية الخارجية بكده بنصل محضراتكم لنهاية فقرتنا الأولى